خلونا نروح لمنتخبنا الأولمبي أكيد اللي احنا بنتمنى له كل التوفيق في الأولمبيات القادمة والمبيات مهمة وكلنا أمل فيه إن شاء الله إنه قادرين يعني يرجعوا لنا بمدليا من أولمبيات باريس من شوية كانت القرعة وزي ما هم تعرفين حضراتكم إنه فيه تصنيف التصنيف الأول كان موجود فيه فرنسا وبطل ووصيف كاس أسيا والأرجنتين والتصنيف التاني كان بيضم أسبانيا ونزولندا وبراجوية والمغرب والتصنيف التالت في أمريكا ومصر وتالت كاس أسيا تحتته وعشرين سنة ومالي والتصنيف الرابع الدومينيكان والدولة اللي مش هنقول اسمها وأوكرانيا والفائز من وجهة غينيا ورابع كاس أسيا أكيد والمبيات المهمة عندنا جيل محترم وزي ما احنا شايفين دلوقتي القرعة من شوية يعني مصر وقت في المجموعة مع وصيف أسيا ومع أسبانيا وجمهورية الدومينيكان مجموعة قوية كابتن وساما يعني الدورة الأولمبية والألعاب الأولمبية في باريس أكيد مصر كانت مشاركة في آخر نسخة في توكيو ودي المشاركة التانية على التوالي وبطولة بالتأكيد هتكون في باريس فيها حضور جاليات عربية وإفريقية عديدة يعني وجود منتخب مصر تحديدا مع منتخب الأسباني أعتقد مواجهة صعبة جدا لكن نقدر نقول مع وجود جمهورية الدومينيكان تقدر تقول أن مصر ممكن على الأقل تنافس على المركز التاني وتتأهل إلى الأدوار التالية هذا المنتخب تحديدا تم إعداده فترة طويلة جدا بيلعب مباراة ودية النهاردة حتى المنتخب بيشارك دورة في أسيا دورة غرب أسيا مع منتخبات عربية شقيقة نتمنى يا رب بإذن الله التوفيق لميكالي وبصراحة بينه وبينكم يعني وإحنا قبل القراءة كنا نتكلم أنا وكابتن السامة حتى وزملانا في الإعداد بغض النظر عن المستويات الفنية أجمل شيء في قراءة النهاردة اللي احنا ما ويعناش معه اللي ما يتسماش يعني دي كانت أجمل حاجة في قراءة النهاردة يا كابتن السامة دي أهم نقطة أي أن كانت بقى المستويات الفنية إن شاء الله رجلنا قادرون إنهم يقدوا بطولة جيدة جدا ويتأهلوا لأدوار التالية آخر نسخة مع الكابتن شوء غريب يعني خرجنا من دور التمانية إن شاء الله بإذن الله مع ميكالي نتمنى يكون فيه يعني استمرارية وتأهلوا لأدوار التالية الأهم حاجة في فترة الإعداد أو المباريات اللي هتتعامل من هنا لأولمبياد مهمة جدا المدارس المختلفة اللي مصر ممكن تلعب قدامها مباريات ودية أو حبية شفنا محمد يعني المتخب ده في بطولة أفريقيا تحت 22 سنة في المغرب يعني قبل بلاء حسنا وصل المباراة النهائية أمام المغرب المغرب بيفوز وسط جماهيره وعلى ملعبه بصعوبة على المنتخب المصري المنتخب المصري أدى مباريات رائعة عندنا جهاز فني محترم مستر ميكالي مدارب برازيلي متمرس مع منتخب الأولمبي قبل كده مع منتخب البرازيلي قدر يحصد المدالية الزهبية في الأولمبياد إن شاء الله ممكن مصر مع الجيل المحترم ده عندنا لعيب عناصر معظمها دلوقتي بيشارك فيه الدوري الممتاز حتى حمزة علاء هنقول يعني حارس مرمى النادي لعيب انتخب مصر اللي ما شاركش كتير مع النادي الأهلي لما لعبه هو بعيد لا قبل بلاء حسنا وكان واحد من العناصر المهمة فإحنا إن شاء الله الفترة اللي جاية من هنا للفترة اللي جاية للمباراة الرسمية أتمنى تحاد الكرة يعني يحط خريطة هي ابتدت من النهارده فعلا زي ما زميني محمد سعيد بيقول في البطولة الدولية بطولة غرب أسيا النهارده منتخب الولمبي عنده مباراة دية مع منتخب الإمارات هتكون مواجهة سهلة لكن الفترة اللي جاية عايزين مدارس مختلفة عايزين مدارس أوروبية أمريكا اللاتينية عايزين نروح الانبيئات اللعبة عندها ثقة عندها خبرات كبيرة علشان مصر يكون عندنا جيل محترم وإحنا بنبني علشان المنتخب الأولى محمد عايزة أولاك كابتنو سا ممكن حتى منتخبنا ممكن تشكيل منتخبنا اللي جاية اللي هيلعب مع الإمارات اللي ممكن لسه نازل من شوية على صفحة التحايد الكرة ونقدر نقول النهارده حتى في حراسة المرمى حمزة علاء يعني حارس مرمى النادي الآل النهارده موجود في دورة غرب أسيا مع منتخبنا اللي هنبيئة أمام الإمارات خط الدفاع أحمد عيد حسام عبد المجيد محمد دطاري في كريمي الدبيس كمان موجود الباكليفت بتاع النادي الآل بويس أنت بتتكلم قبل ما تروح لبقية تشكيل زينا احنا قلنا حمزة علاء هو الحارس الأساسي ومن الواضح أنه فيه اقتناعة كبيرة حتى برغم عدم مشاركته مع الفريل الأول في النادي الآهلي لكن أداءه السابق يعني منخلي ميكالي يستقر عليه بنسبة كبيرة حدنا كريمي الدبيس برضو واحد من العناصر المهمة والنهاردة كريمي الدبيس هو متصعد يعتبر منتخب الأولمبي هو كان موليد 2003 لكن بلعب مع منتخب 2001 اقتناع برضو كبير من مستر مكاليب كريمي الدبيس موجود كمان في تشكيل منتخبنا الأولمبي محمود جهاد في محمود صابر في محمد شحاتة إبراهيم عادل مصطفى ميسي وأسامة فيصل ده تشكيل منتخبنا الأولمبي وهيلعب بعد قليل مع منتخب الإمارات في بطولة اتحايا الضغار بأسيا تحت 23 سنة كل التوفية رب المنتخبنا الأولمبي يا كابتن أسامة نتمنى لهم التوفية إن شاء الله يعني زي ما احنا بنقول علشان بعدنا منتخب أول قوي انت بتبني من القاعد زي ما اتكلمنا عن منتخب 2006 و2018 وكانت الناس فرحانة بالكرة المصرية وقتها كان عندك جيلين وقتها جيل شوي غريب وحسن شحاته مع حفظ الألقاب قدرت تبني على الجيلين دول مع الجهازين الفنيين لما اندمجوا مع بعض أتمنى إن شاء الله يكون يعني فيه بارقة أمل مع قدوم الكابتن على نبيل مع التغيرات الجديدة في المنتخب الأول الكابتن حسام وكابتن إبراهيم مع مكالي مع المنتخب الأولمبي ومع الأجيال اللي جاية ويتحط سيستم لكرة المصرية طول ما بتهتم بالدور الممتاز طول ما بتهتم بمنتخبات النشئين والشباب والأولمبي هيكون عندك قاعدة كبيرة ومحترمة تقدر تبني عليها للمنتخب الأول طيب من المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول منتخب الأول خلاص بيستعد للدورة الودية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بطولة العاصمة لإدكاس العاصمة الإدارية والنهاردة كان فيومه طمر صحفي لكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني اللي بيستعد لأولى المباريات أمام منتخب نيوزيلندا البطولة هتقام في مصر على استاد القاهرة الدولي وعلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 22 حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري طبعا كنا طرحنا حلين قبل كده يا كابتن حسام على جهاز المنتخب الأول في حلقة الأربع الماضي ولكن طبعا في النهاية أنشوف القرار الفني للمنتخب الوطني في الفترة اللي جاية لما طرحنا الحلول يا كابتن حسام قلنا إن على الأقل لو ما قدرتش تقدم معادل فينال من يوم 26 ليوم 25 في المباراة الثانية يعني بدل ما تشرك التسعة لعيبة خاصة بعد دلوقتي ما خرج حسيني الشحات نتيجة الإصابة رغم حالة اللي البعض حاول يصدر فيها أزمة يعني البعض يقول لك كابتن حسيني الشحات والأهلي خرج من المنتخب عشان مباراة سنبا طبعا أنا خرج حسين طبعا الأولى طلع عبد المنم يا جماعة يعني اللي بيتكلم بالمنطق ده أنا خط الدفاع بتاع النادي الآلف مباراة سنبا يعني ياسر إبراهيم ممكن ما يلحقش محمود متولي بعيد عن المباريات اللي طرحت دي لا خلي بالك حسين واحد من اللعيبة اللي بتسعى تروح متخب مصر أكيد ما كانش ليه نصيب يكون متواجد في كاس الأمم الأفريقية وكان حزين بسبب القرار ده فيعني حتة الإصابة بتاعته دي حاجة قدرية لكن كل لعيب بيسعى أن يكون موجود في متخب مصر يقدر زي ما هو مع ندي بيصنع مجده تاريخه بطولات أكيد برضو يعني مع متخب بلده بتكون حاجة مهمة